ازايكو عاملين ايه؟ يارب تكونوا بخير النهاردة انا عاملالكو شموع كل اللي هيشوفها هيفتكر ان هي شموع مصبوبة في اوالب مستوردة او جاية جهزة محدش ابدا هيصدق ان هي معمولة من اعادة تدوير حاجات بسيطة ممكن تكون موجودة عندنا في كل بيت هتعملوا منها شموع مميزة مش موجودة عند حد تاني غيركم تعالوا نشوفوا الخطوات مع بعض طبعا عندنا كلنا لعب الاطفال اللي هي البابلز والازايز بتاعة السلايم الفاضية نازلة بشيبس جميلة جدا واشكال حلوة قوي ممكن ان احنا طبعا نستغلها فان احنا نصب فيها شمع بطريقة سهلة جدا وهتطلع معنا شموع بجد الاشكال بتاعتها جديدة ومختلفة عن الموجودة في السوق عموما اول حاجة طبعا هابدأ ان انا اشيل الجزء الناشف اللي فوق عشان اقدر اصب الشمع وطلعو بسهولة في كل الزجاجات اللي موجودة عندي طبعا دي كلها زجاجات بلاستيك كمان بيبقى بلاستيك خفيف قوي فيبقى سهل ان انا اقطعو يعني ما بيخدش مني مجهود في ان انا اشيل اللي هي الجزء اللي فوق ده ولو حسيت ان الجزء ده مثلا القطر او الحاجة اللي انا بقطع بيها مش سهلة في ان انا اقطعها ببدأ ان انا سخنها على النار وابدأ اقطع بيها كمان اقطعت جزء بالطول بالشكل ده عشان اطلع الشمع بسهولة ومعودش اقطع بعد ما اصب وبوز الشمع بتاعتي فبعمل فتحة بالشكل ده وبعد كده بقفلها ايما بالسوليتيب او بمسدس الشمع وانا طبعا بفضل مسدس الشمع لان مش دايما السوليتيب بيكون قوي ان هو يقفل لي الازازة بتاعتي بشكل كويس ومزبوط فطبعا السوليتيب يعني ممكن ان هو يبقى فيه شوية تسريب للشمع وبعد ما بصبه فبيكون افضل طبعا مسدس الشمع انا هنا عملتها بالسوليتيب وبرضو هعملها لكو تاني بمسدس الشمع مرة تاني عشان تشوفوا الفرق طبعا بتأكد ان الحروف كلها مزبوطة على بعض مش مفيش فرق كبير ومش جايين على بعض عشان تطلع الشمع معي مزبوطة طبعا هتطبق الموضوع ده على كل الزجاجات بتاعتي بالشكل ده واتأكد كمان ان اللحمات كلها مزبوطة كمان ببدأ ثبت الفتيل بتاعي طبعا انا عملت فتحة من تحت عشان ادخل منها الفتيل والفتيل برضو طريقته سهلة جدا هو ان اعنا بنجيب خيط قطن يكون مية في المية قطن ببدأ ان انا اغطسه في الشمع واطلع وافرده بحيس ان هو يكون مفروض كده عشان لما حطه في اي شمع عندي يكون الخيط مشدود وما يلفش جوه الشمع هسبت كل الزجاجات بتاعتي طبعا حطتهم في آآ قالب صغير كده عشان آآ الشمع ما يتصب ما يملوش مني ويكونوا آآ مظبوطين طبعا القالب ده هيقف برا فمش مش مشكلة مش هحطه طبعا جوا حاجة لكن الاوالب الرفيع دي ممكن تقع مني فبقى ابتدي ان انا اسبتها جوه قالب عشان آآ الشمع ينزل فيها بشكل مستقيم بكون طبعا مسخنة الشمع عندي ومهدية شوية يعني ما بيكونش درجة حرارته عالية طبعا احنا عارفين البلاستيك الخفيف زي ما قلنا قبل كده بصبه من درجة حرارة آآ ستين لخمسة وستين ولو ما عنديش ميزان حرارة بعرف من الجزء الابيض الوش اللي بيكون موجود على الشمع من الحروف بعرف ان هو كده ابتدى يهدى وقدر ان انا اسبه بصب طبعا واحدة واحدة عشان اشوف برضو لو القالب بتاعي بيسرب او حاجة بزات من الجزء اللي تحت اللي هو آآ الفتحة بتاعة الفتيل ممكن احيانا بتسرب فببدأ ان انا اسب بحبة كده يبرده وبعد كده بصب عليهم بقية الشمع بتاعي لو لقيت ان الشمع اللي معايا برد مني وانا بصوب او حسيت ان هو درجة حرارته قلت قوي عشان ما يعملش بابلز بدا فيه تاني حاجة بسيطة قوي على حمام مية وبعدين برجع اصوب بتاني الشمع بحيس ان هو ما يكونش فيه او اجزاء مش ما فيها الشمع يعني فيها كتل من الشمع فبتخلي المظهر بتاع الشمع من بره مش آآ حلو فببدأ ان انا اسخانه حاجة بسيطة تاني واو اتأكد من درجة حرارته وارجع اصوب بتاني الاوالب بتاعتي انا سبتكم طبعا لتاني يوم لحد ما نشوفه كويس ممكن طبعا ان انا افتحهم بعد مسلا تقريبا اربع او خمس ساعات طبعا ده بيتوقف على حالة الجو طبعا بلاش نحطهم في التلاجة او في الفريزر لان ده بيبوز الشمع وبيخليه شرخ ببدأ افوك السولي تب اللي انا كنت لزقاه على الشمع من بره على الاستنباط بتاعتي ببدأ ان انا افتح بالراحة كده طبعا انا لو كنت ما فتحتش بالقطر في الاول كان هيبقى فيه مشكلة وانا بفتح الشمع انه كان هيكسر مني او هيبوز الشمع نفسها فهنا طبعا انا فتحته بسهولة وهبدأ كده ان انا اشيل الشمع اللي كان نصرب من تحت واطلع الشمع بتاعتي نحاول طبعا ان احنا نطلعها بالراحة عشان الشمع نفسها ما تتجرحش وطبعا القلب البلاستيك ده ممكن استخدمه تاني بان انا برضو هقفل بوم سدس الشمع وصب فيه شمع تاني عادي خالص وهنكرر نفس العملية اللي احنا عملناها في الشمع ده طبعا انا دي اللي استنبطت اللي كانت متاحة عندي طبعا انتم ممكن يكون عندكم حاجات احلى من كده بكتير وحاجات آآ يعني ممكن كمان في لعب الاطفال اللي هي الحاجات اللي زي اللي بتيجي في المطبخ او آآ آآ مسلا دبدوب مسلا او حاجات زي كده كل الكلام ده احنا ممكن نصب فيه شمع بنفس الطريقة وطالما هنصب الشمع على درجة حرارة برده البلاستيك ما بيسحش وبيدينا الشكل اللي احنا عايزين. هنا بقى بابدأ اوص زيادات اللي موجودة من الشمع من تحت بالشكل ده. ولازم طبعا اتأكد ان هو مستوي من تحت. لو حسيت ان هو مش مزبوط او مش آآ محطوط عدل ببدأ ان انا اسويه على النار آآ مسلا على طاصة او حاجة آآ آآ يعني آآ ممكن تتحط على النار. يا اما آآ بعمله بسكينة وبشيل الزيادات بتاعتي. عشان يكون مستوي من تحت. زي ما انتم شايفين الشمعة دي ما عارفتش تثبت آآ بوضع صحيح. فببدأ ان انا آآ اشيل اي زيادة. ممكن تعمل ميل من الجم. طبعا الشموع دي احنا ممكن نحطها في شمعدان. يعني هي الرفيعة دي ما بتتحطش كده. يعني مش من الطبيعي ان احنا بنحطها ونسبتها لانها ممكن تقع طبعا وهي آآ شغالة بعد ما نولحها. فهي الاحسن لها تتحط في شمعدان او في اي آآ بحيس ان هي ما تقعش او تكون سبدة. وده الشكل النهائي للشموع بعد ما خلصت. طبعا شكلها حلو جدا. انا حطيت شمعة منهم طبعا انا ما سبتتش آآ حطتها في نحاس عندي. انا كنت عاملة الشمعة الصغيرة دي نهي اللي تتحط في النحاس. بس عشان طبعا الشمعة الطويلة ما سبتتش فهي اللي حطتها في الهولدر. وان شاء الله في الحلقات الجاية او تابعوني في هتلاقوني عاملة شغلة على الشمع ده باتباعه حلو جدا. هيغير كمان شكلهم جدا. ويا رابطكم استفدتم من الحلق النهاردة. ولو في اي اسئلة اكتبولي في الكمنس وانهارد عليكم. سلام.